السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كاما تكونوا بخير وإن شاء الله كاما تكونوا على الأخير اليوم رح ندخل جزء رقم 12 والي هو الجزء الأخير في سلسلة المراجعة الشاملة في مادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتطرق إلى المحولات الخافضة وفي نهاية هذا الجزء سوف نتعلم طريقة تحسين معامل إستطاع كوسف وذلك باستخدام المكثيفات تلميذي الأعزاء كما كنت لاحظوا كما نحجاج جزء شكو نقال بلي سوف نصل إلى جزء رقم 12 هيا جماعة نبدأ فاصل ثم نواصل هيا شابي بازينا قبل أن ندخل المحولات واشتما أطلب منكم الضغط على عنوان الفيديو سوف يخرجكم صندوق الوصف هذا صندوق الوصف ستلقاه رابط رابط تعم موضوع الشامل وتلقاه رابط تعم تصحيح موضوع الشامل وتلقاه تطبيق G2020 تلميذي الأعزاء هنا سنجاوب بسرعة اللي عنده مشكلة في المحولات يضغط على الأيقونة رقم واحد يسا G2020 وراح نتلقاه فيديو تعتمارين شاملة وبإذن الله المحولات واللي بسبوسها هيا جمعنا بدأوا لحلتها الأسئلة دراسة المحاولة المستعملة لتغذية منفذات المتصدرة شكل 21 صفحة 8 سؤال 133 أحسب الإستطاع الظاهرية سوف نشاهد التجارب انا سأرى التجارب السيارات التي أنظر imagination تجربة السيارات والتيار الثانوية وتجربتي على السيارات التي أazione في مقاطع الظاهرية TI3731 مجموعة تعتمد علي التجارب السيارات التي أعظم وmouthshall سوف تجربة ثانية تجربة ثانية تجربة ثانية تجربة ثانية تجربة ثانية تجربة الحمولة سأخرى بحساب الاستطاعة الظاهرية استعر الزهر لكم نحسبها في تجربة الحمولة تستعر الزهر ماذا تساوي؟ هذه نكتب مع بعض تساوي توتر الأولي إسمي في ستيا المواصل أو تعاون وثانوي الإسمي في تيا المواصل إذن، إما تساوي توتر الأولي في تيا المواصل وتساوي 122 في 7.717 اشبعوا معي به هي V1 معناته توتر الأول واي و E1 معناته تيا الأول 320 في 7.727 وتساوي 160 VA وجمع حذاري استعاد ظاهر وحدتها VA وليست الوقت ونحسبها بطريقة ثانية استعاد ظاهر ماذا تساوي توتر ثانية في افتيار الثانوي وكما تلاحظوا توتر ثانوي في افتيار الثانوي ماذا يساوي 24 فولت وتيار الثانوي ماذا يساوي 6.667 كنا نحسبها نلقى نفس النتيجة إذن استعاد ظاهر تساوي 160 VA هذا بنسبة سؤال 134 سؤال 134 باستعادة بالمنحق 7 صفحة 11 حدد المرجع المحاولتها جماعة هناك اعطانا ثلاث محاولات كما تلاحظوا محاول أول محاول ثاني ومحاول ثالث ما يطلب منها قالكم شكلوا المحاول مناسب لهذا التركيب إذن بنختار المحاولات جماعة لازم نشوفه توتر أولي ولازم نشوفه توتر ثانوي لازم توتر أولي و توتر ثانوي يوافق توترات تحت هذه المحاولات إذن كما هذا المحاول الأول محاول ثاني ومحاول 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 ثاني وم سوف نكتب مع بعض المحاول المناسب هو TSZZM124 سؤال 125 سمي التجربة من تجارب المبينة في التدول ما هي الحمولة، ما هي القصر، و ما هي الفراغ إجابة بسيطة جدا نجمع، ونرى التوتر الثانوي والتيار الثانوي سوف نبدأ في التجربة الأولى بما أن تيار الثانوي يساوي السفر مع دارة مفتوحة إجابة دارة مفتوحة لنسمى تجربة الفراغ وليس لذلك إلينا نعرف التجربة الفراغ سوف يكون اعظم وكيمة عليها التوتر الثانوي في تجربة الفراغ بالنسبة لتجربة الأولى تجربة الأولى، بما أن توتر الثانوي الأعظمي، وتيار يساوي السفر دارة مفتوحة لنربط ثانوي إذا لنبدأ تجربة الفراغ في تchenها و الآن، سوف نتجربة الثانية Proضاء والتوجب اليساوي السفر سابقا بصر ناولا سلك والسلك وترص ناولا 0 فولت لذها تجربة القصر نكتب مع بعض ننظر ان تجربة القصر تجربة الأخيرة تجربة الحمولة 24 فولت و تكادر ثانوي معنات تجربة الحمولة سئ الوحيد 136 أرسم دارة الكهربائي المكافئة لكل تجربة موضحة على الجدول جماعة هم التجارب الثلاثة هذه التجربة الأولى هي تجربة الفراغ الثانية هي تجربة القصر قصرنا بجهاز أمبير متر وتجربة الأخيرة وما هي تجربة الحمولة جماعة اللي يحب يفهمها يروح شاهد الفيديو التعليم يرسمهم بالتفصيل إذا في هذه الحالة واش تديروه أضغطه على رقم الثنين أحيطيكم الملخصة المحاولة تحت الطريقة كيف نخدم تجربة الثلاث السؤال 137 استخرج ضيائعات في الحديد third fur والضيائعات النحاسية إذا ضيائعات الحديد نستخرجها في تجربة الفراغ وضيائعات النحاسية ولا ضيائعات منفعلج نستخرجها في تجربة هاي نشوفه جماعة تجربة الأولى عرفناها باللي هي تجربة الفراغ إذا وعط متر هذا وش يقيس لي يقيس لي استطاعد ملف الأول في تجربة الفراغ وهذه الاستطاعد ديما نسميها نسميها ضيعات الحديدية. إذا نكتب مع بعض ضيع في الحديد. وشي هو هو الإستطاع المنتصر في ملف الأولي في تجربة الفرق. إذا ما نكتبه P1. ما معناتها؟ الإستطاع واحد في ملف الأولي في تجربة الفرق هي نفسها Pertfair. إذا ماذا يساوي؟ يساوي 11.2 واط. وضيعات حديدة. نسميه كذلك الضيعات المغناطيسية. ورحوا لي بعدها ضيع في النحاس. ورحوا التجربة الثنين. بما أن التجربة الثنين هي تجربة القصر. إذا نواط المتر. وشي قيس لي؟ قيس لي استطاع في ملف الأولي في تجربة القصر. وهذه القيمة اللي مدهالي ديما نسميها ضيعات مفعول جول. إذا نكتب مع بعض. بما أن P1 في تجربة القصر يساوي 14.3 واط. ونعنده يسميها P1 CC. إذا نكتب. P1 CC ماذا تساوي؟ تساوي بات جول وتساوي 14.3 واط. وهذه يجمعها. وشي نسميها؟ نسميها ضيعات نحاسية ولا ضيعات حرارية ولا يسميها ضيعات مفعول جول. وP1 CC. ماذا معناتها؟ لإستطاع واحد منتصر في ملف الأولي. P1 CC في كورت سيركي. وهي دارة القصر. سؤال 138. أحسب نسبة التحويل في الفراغ. كما شفنا في الفيديوهات السابقة كان طرق عديدة. أحسن قانون حيث يساعدني. هو توتر ثاني في الفراغ على التوتر الأولي. إذا نكتب أهم سيفر ماذا تساوي؟ تساوي اثنين سيفر في الفراغ على التوتر الأولي. إذا نروح تجربة الفراغ. توتر ثاني في الفراغ 25.87. وتوتر أولي 220 فوط. إذا ماذا تساوي؟ إذا ماذا تساوي؟ تساوي 25.87 على 220 فولت. وكنا نحسبها نلقائها سيفر في فاصل 100 وسبعت. نقدر نحسبها بطريقة ثانية. تساوي تيار الأولي في تجربة القصر على تيار ثانوي في تجربة القصر. كما هنا. تساوي سيفر في فاصل 727. تقسيم 6.667. تلقى قيمة مقاربة لها. هذا هو نسبة التحويل في القصر. هي نفسها نسبة التحويل في الفراغ. سؤال 139. أحسب هبوط التوتر عنده قانونين. إذن نكتب مع بعض. حساب هبوط التوتر. إذن تلقى إثنين ماذا تساوي؟ تساوي توتر ثانوي في الفراغ ناقص توتر ثانوي في الحمولة. إذن توتر ثانوي في الفراغ 25.87. نكتب مع بعض. والتوتر الثانوي في الحمولة 24 فرط. إذن ماذا تساوي؟ تساوي 25.87. ناقص 24. وتساوي 1.87 فرط. إذن هو فرط في التوتر في الملف الثانوي. يساوي 1.87 فرط. أجمع لي حبيب يفهم. يتفرج الفيديوهات اللي يعني يدارهم على المحاولة. بإذن الله كل شيء تلقى سأل. ماronر إحلالجين؟ سؤال 14. حسب معامل إستعاء لحمولة ثانوي. مع أنتlere ويطلب منكم كاص في ثنين لأنه في المحاولة كان ملف الأول وملف ثانوي 쓸 ك exemف جpayer واحد وكوس في ثنين. وبما أنه قال لي حمولة لشك 괜ي يربطها تتربط بالملف الثانوي مع أنتها كاص في ثنين. إذا نجمع حساب معامل استععى. إذا لدينا الاستععى في الملف ثانوي ماذا تسوي هل توتر ثانوي في تيار ثانوي في كوز في 2. إذا كوز في 2 هو معامل استعى الملف ثانوي نخرج من معامل كوز في 2 ماذا يساوي? يساوي يساوي P2 على التوتر ثانوي على تيار ثانوي أن بعد كما ندروا نديروا تطبيق عدده وهدف هنو نحسبه نحسبه في الحمولة إذا ما بيثني قد أعطينا 96 واط وتوتو ثانوي 24 واط وتيا الثانوي قد أعطينا 6.667 أمبين وتطبيق عددي كوز فيثني ماذا يساوي؟ يساوي 96 على 24 في 6.667 والنتيجة النهائية كوز فيثني يساوي 7.6 سؤال واحدة ربما أحسب المردود هل هو أعظمي على الإجابتك؟ سأجمع نحسب المردود إذا مردود ميو ماذا يساوي؟ يساوي إسطاعة المخرج على إسطاعة المدخل ويساوي P2 على P1 ويساوي P2 وP1 لا أعطينا أيضا إذا إسطاعة P2 إذا P1 تساوي P2 زيادة إذا تساوي P2 زيادة زيادة P2 زيادة P2 زيادة P2 بعد أجمعنا نعوض هذا الكامل لدينا إذا إسطاعة P2 تساوي 96 والضيعة الحديدة يبقى 11.2 وضيعة مفعول جول لها 14.3 إذا لم تساوي 96 على 96 زيادة 1.2 زيادة 14.3 إذا وتساوي 0.7901 إذا المردود نسبيه ما يساوي جماعة؟ نضربها في المئة إذا المردود نسبيه يساوي 79.01 بالمئة سؤالي بعده هل هو أعظمي؟ إذا هذا المحول لا يقدم مردود أعظمي لماذا؟ لأنه P2 لا يساوي P2 ولا نقول P1 لا تساوي 10 وكما تلاحظون 14.3 لا تساوي 11.2 لأنه يقدم مردود أعظمي بما أنه لا تساوي ضيعة لا يقدم مردود أعظمي سؤال 142 أحسب المقامة المرجعة للثانوي عندها عدة قوانين التي تشارجوا الفيديو وتعالي عندهم سهل هذه الأسئلة إذاً ما تساوي P1 على 2.6 موربع P1 أعطيها 14.3 وتعالي في القصر إذاً نعوضوا إذاً تساوي 14.3 على 6.6 167 موربع نحسبها ماذا تساوي تساوي 0.32 أعطيها سؤال 143 تأكد أن المردود الأعظمي للحمولة تمتص 96 واط قال لكم حمولة تساوي 96 واط المردود الأعظمي تأكد بأنه يساوي 0.81 80 كل مردود الأعظمي يجب أن تساوي مفعول جود تساوي ضيعة الحديدية إذاً ماذا نفعل إذاً أكتب معي كل مردود الأعظمي لما يتحقق شر يجب أن تساوي P1 تساوي 11.2 إذاً P1 تساوي تساوي P1 تساوي P1 تساوي P1 تبادل في بيرتجول بما أنه البرتجول يساوي 1.2 نقص في 14.3 وإن نقص الـ 1.2 وقن هذا هو الشرط الأول ثم corruption حسب المردود إذاً المردود الأعظمي ما يقوم بأنه يقوم نفسه P2 يكتب به لأنه هناك تبادل ما يقوم بالدود هنا؟ يقوم بأنه يقوم بأنه بيع تساوي إذاً تساوي ثم بعد فاير. وبعدها ندلل تطبيق عدد 6.9-6.9 زايد 1.2 في 2. نلقوها 22.4. كنا نحسبوه نلقوها في فصل 81 ولقينها نفسه النتيجة. اذا المردود الاعظم يسوي 81 بالمئة. سؤال اخير. 144 جماعة غيرت لكم في اعطيتكم سؤال اقرب. اللي هو انتما دايما تدرسوا المحركات لا تزامنية. قد يجيكم سؤال يقول لكم نريد تحسين معامل استطاع المحرك من كوزفي القديم الى كوزفي جديد. نقول لكم ما هو الحل? واحسب لي قيمة هذا العنصر. اذا نقرأ سؤال 144. نريد تحسين معامل استطاع محرك الى 0.9. ما قالكم كان عندي معامل استطاع كوزفي جديد. حاب نطلعه 0.9. سؤال ما هو الحل? ثم احسب قيمة هذا العنصر. واعطي لكم هنا الاستطاع المنتصر. شفناها من قبل. اعطيها لك 1973.6 واط. والتوتر المركب اعطيها لكم 880 واط. ولا فريقنا اعطيها لكم 50 هرتز. والكوزفي القديم هذا هو 0.8. حاب نطلعه 0.9. كوزفي فتحه. اذا نجمع لي حابين يفهموا كي طريقة تحسين معامل استطاع كوزفي. واشتغطوا على ايقونة رقم ثلاثة ياسار الشاشة في تطبيق G2020. هيا جمعنا نبدأ. اذا الحل وشي هو بنحسن معامل استطاع ونطلعه فيه اضافة ثلاث مكثفات. لا قلت ثلاث مكثفات وليس مكثفة واحدة. لانه محرك ثلاث الطور لازم كل طور شنزيدولو مكثفة. اذا الحل اضافة ثلاث مكثفات من المستحسن ربطهم وربط مو ثلاثي. ربط مو ثلاثي خير من النجمي لانه قيمة المكثفة ستكون اقل من النجمي بثث مرات. على هذه الدماء اختمو ربط مو ثلاثي. اذا وكي عند عندي ربط مو ثلاثي هذه الساعة المكثفة كيف اوش تساوي? تساوي الاستطاع المنتصر اللي رأى عندك. الكل في الدماء في تجواج في تانجونت في. من جيبهها تانجونت في نجيبها من كوز في القديم. يعني وش معنا يا كوز في هذه الساعة في سلو الفصل الثمانية? جيب لها الزاوية وبعد لها تانجونت. نارقل سلو في فتحة واش معنتها؟ اي HARRIS Survival continuation budgeting مش معنogramتها? هذه من جيبها تانجونت في فتحة نجيبها من معامل استطاع الجديد. اذا هذي السلو فاست ساحية كوز في فتحة. تجيب لها الزاوية التاحة بالطريقة العكسية بالألة حاسبة وبعدلها تنجنت في تلقيها قيمة التاحة. الكل على ماذا؟ الكل على ثلاثة في اوميغا النبض. وش يساوي ثنين بيافة في تورطة مركب مربع. هذا القانون اكتصال حجمعه كي تضيف ثلاث مكثفات وربط تحمي يكون مو ثلاث. اذا كان نجمي وش تدير نحيا رقم ثلاث هذا ما كان. اذا كان ربطة مو ربط نجمي نحيا رقم ثلاث. ومن المستحسى احنا ديما نخدمه ربط مو ثلاث. اح نبدأ نخرجه تنجنت وتنجنت في فتحة. اذا عندي كوز في القادم يساوي ثف فاصل ثمانية. لازم نخرجه تنجنت. اذا نضغطه بطريقة العكسية بحاسبة. ايش نلقوها 36.80 درجة. ومن بعدها نضغطه على تنجنت. ايش نلقو تنجنت تحت ساوي ثف فاصل خمسة وسبعين. هنا جبنا تنجنت فيها. رح نزيد ونحوصه على تنجنت في فتحة. اذا عندنا كوز في فتحة ساوي ثف فاصل تسعة. اللي انا حبنا نوصله لها. نضغطها الدلال العكسية اذا عندنا نخرجه في فتحة زاوية. اذا في فتحة ستجدها 25.84. ومن بعدها تخرج لك زاوية اكليك على تنجنت. اذا تنجنت في فتحة تسعة 0.48. ومن بعدها نضغط الجماعة نعوضه. اذا بي أعطيها لي 1600. في ماذا؟ في تنجنت في قده القناة 0.75. ناقص تنجنت في فتحة 0.48 على ثلاثة. هذه اللي اكتبت بلون الأحمر وشية هي الأوميغا. أوميغا ماذا تساوي؟ تساوي ثنين. في أفا في الفريقونس. الفريقونس تحت الجزائر 50 هرتز. ال الكل في ماذا؟ في توطر مواكرة 0.80 مربع. اذا سي ماذا تساوي؟ تساوي 3.17 ميكرو فارد. اجماعة قد يجيكم السؤال يقول اضافة المكثفات ما الذي يحدث؟ اضافة المكثفات تساهم في تحسين معامل الاستطاع. وما يعني تحسين؟ رفع الكوز في هذه واحدة. كذلك اضافة المكثفات يساهم في تقليل الاستطاع ردية الارتكاسية. ثلاثة حاجة كل ما يزيد معامل كوز فيه وش ينقص ينقص الطيار. اذا اذا حاب تنقص الطيار لتركيب معين ولا جهاز مع وش تزيد؟ زيد المكثفات. اذا ما وظيفة المكثفات تحسين معامل الاستطاع. تقليل الاستطاع الارتكاسية وتقليل من تيار الامتصاص. وهنا تلميذي الاعزاء وصلنا للنهاية الحصة الاخيرة. نتمنى النجاح للجميع والعلمة الكاملة للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة